نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ضحايا حادث صادم قطرين بمحافظة سوهاج وقد توجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق الموسى لأسر ضحايا الحادث الأليم سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل شكرا